الصين تستمر في عزل تايوان دولياً تحت شعار صين واحدة وتايوان تستمر في محاولة الحفاظ على استقلالها حتى وإن لم يبقى سوى 13 دولة في العالم تعترف بها إذ أعلنت الصين إقامة علاقات ديبلوماسية مع هندوراس فيما يشكل انتصاراً لبكين مع إبعادها دولة جديدة عن تايوان وكان أول الإعلان تغريدة للناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شوانينغ تعلن فيها إقامة بلادها وهندوراس علاقات ديبلوماسية بينما قالت وزارة الخارجية في هندوراس إنها أبلغت تايوان بقرارها قطع العلاقات وإنها لن تعود إلى إقامة أي علاقة أو اتصال رسمياً معها مشيرة إلى أن حكومة البلاد تعترف بوجود الصين الواحدة من جهتها ردت وزارة الخارجية التايوانية إنها قررت إغلاق سفارة هندوراس رداً على قرارها قطع العلاقات التي استمرت لعشرات السنين مع تايوان هذا واتهمت تايوان الصين بالضغط على حلفائها الذين يتراجع عددهم بعد قطع العلاقات الديبلوماسية بين تايوان وهندوراس بعد أن لم يكن لاتصالاتنا أي تأثير قررنا قطع العلاقات مع جمهورية هندوراس اعتباراً من هذا اليوم لحماية سيادة تايوان وكرامتها وقال مكتب رئيسة تايوان ساي إنغ وين في بيان إن قطع العلاقات الديبلوماسية بين تايوان وهندوراس يندرج ضمن سلسلة من الإكراه والترهيب في محاولة تقليص الصين لموقع تايوان على الساحة الدولية وذلك حسب قول البيان يعرض السلامة والاستقرار الإقليميين للخطر بطريقة أحدية الجانب هندوراس تلتحق بقرار قطع العلاقات بدول اتخذت الخطوة ذاتها مؤخراً وهي باناما وجمهورية الدومينيكان والسلفادور ونيكراكوا الخارجية الأمريكية وصفت خطوة هندوراس بالقرار السيادي لكنها أكدت أنها تشجع الدول على توسيع علاقاتها مع تايبي من الماضح أن حكومة الولايات المتحدة علقت على أن هذا قرار سيدي من حكومة هندوراس تقول تايوان إن الوعود الاقتصادية التي تطلقها الصين لهندوراس والدول الأخرى هي وعود لا تلتزم بها مشيرة أن ذلك سيظهر مع الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة